اشتركوا في القناة نبغي تخبرنا شوي عن هذه الرقصات وهذه يعتبر من تراث دولة الإمارات أولاً أتقدم باسمي واسم الشحوح بتانعة الخاصة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أهل انهيان رئيس الدولة وسيدي نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد المحتوم حفظهم الله جميعاً وحكام دولة الإمارات وسيدي نائب القائد العدل قوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد حفظهم الله جميعاً وإلى الشعب العظيم اللي لبى نداء الوطن في أصعب الأمور الحمد لله أمورنا طيبة وكذلك اللي هم الشعب متلاحمين ومتلاحمين كذلك مع الحكومة وهذا شيء يبهج الصدر يفرح الإنسان صحيح اللي هو باسم العرب صحيح مو باسم الدولة بس باسم العرب جميعاً ولننسى شهداءنا الله يرحمهم رحمة الله عليهم ضحوا بالكثير ضحوا بأرواحهم ضحوا بأنفسهم فهؤلاء الشهداء أدوا يعني واجب وكذلك اللي هم أبنائنا المرابطين في اليمن الآن الله يحفظهم إن شاء الله ويردهم مسالمين غانمين وكذلك أجدادنا وأبائنا الأوليين وأهالينا الأوليين وقفوا وقفة رجل واحد بالدفاع عن هالوطن صحيح واكن لو تكلمنا أكثر عن فرقة شحوح وفن الندبة ورواح يعني متى ابتدات ونبغي تخبرنا عن تاريخها فرقة شحوح لها تاريخ قديم وكانوا كذلك بالمناطق الجبلية صحيح وعندنا بعد فرقة الندبة الحربية اللي هي بالساحل أدت أغاني وطنية والحمد لله أمورها طيبة وكذلك الفرق كلها بشكل عام اليوم متلاحمة صحيح ومتكاتفين بالمسيرات الوطنية صحيح كذلك اللي هم بمسيرة ياس اللي بينزلون فيها اليوم صحيح فكلهم يعني على قلب واحد صحيح يتقدمون بمسيرة وحدة زين فهذا حب الوطن فوق كل شي صحيح صحيح وكذلك حب الحكام يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا محبة بيننا وبين حكامنا لنعمة من الله فاتحين ميالسهم للجميع فهذه نعمة يعني من الله سبحانه وتعالى محبة من الله سبحانه وتعالى إذا حبك ربك حبتك الناس فالحمد لله يعني نعمة من الله هذه صحيح وكذلك خير بلادنا يعني موبل البلاد هذه لا عم الزين والشين صحيح وصل ديار بعيدة لا يعني بغلو ألاحد فالحمد لله هذه نعمة نشكر إليها صحيح في المناسبات وأيضا الأجواء اللي كانت تشهدها إمارة الفجيرة وأدي بالفجيرة كانوا أدّون يعني دور كبير كانوا بالفجيرة فالحين عندهم مشاركة يوم الجمعة في الساحل الشرقي هنا بالفجيرة وإن شاء الله كذلك بعد كانوا بقلعة الفجيرة أدّوا مواقفة يعني كبيرة والحمد لله يعني شدوا الناس اللي هم يعني الأولاد اليوم تعلموا منهم صحيح ظهرت مدرسة سعد اللي هي بدبل الفجيرة طلاب صغار تعلموا على فن الرواح على الندبة على الرزيف الأهازيج الشعبية صحيح وتعرفوا على تراث أجدادهم وأهليهم الأوليين السابقين فهذه الحمد لله يعني نعمة من الله علينا يعني أكيد الحمد لله العالمي أكيد فهذا الشيء يفرح لأنه شيء يجمع وأبونا زايد الله يرحمه وأسسها الدولة على بنيان مرصوص ما أسسها على شيء يعني يعني اليوم وباكر لا أسسها على اتحاد والاتحاد قوة صحيح بجميع الأماكن صحيح بجميع الدول أكيد جميع العرب يعرفونها أن الاتحاد قوة وهذه بأمر الله سبحانه وتعالى أكيد نعمة نعمة نزل فيها لنا الشيخ زايد الله يرحمه صحيح والشيخ راشد ساعده على الموقف سنة وعشرين صحيح وهذه نعمة الحمد لله يعني نحمد ربنا نشكر عليها يعني أكيد ونحن بعد نقدم لك شكر على كل ما تقدمونهم لأجل دولة الإمارات يعني فرقة شحوح يقدموا الكثير وأنا عن نفسي من المحبين هذه الندبة والأرواح شي جميل وممتع يمتع كل المشاهدين والمستمعين نعم فكان في خاطرنا اليوم أن نسمع شيء بس الفرقة طبعا مش متواجدة لو طلبت يليت يعني لأن الحين مشكلة سنة يعني يعني موقف حرج صحيح ما طلبت مني أن الحضر الفرقة أكيد وإذا حضرنا فرقة الدب الحربية ما بيغصرون صحيح فرقة الشحوح ما بيغصرون صحيح فالفرقة كلها يعني تحت تحت سارية هالألم يعني صحيح نأدي واجب وطني أكيد كذلك إذا نطلب مننا حايا ولا شيء نأدي صحيح ما عادل مشكلة يعني حتى لو خارج الدولة صحيح فالحمد لله هذه نعمة من نقص في هذه الدولة يعني 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 بها البلاد طيبة يعني آمين يا رب نعم أكيد حدثنا عن رقصة اليولا الشعبية التي تمتاز فيها دولة الإمارات وخصوصا العصة التي تمتاز فيها رقصة اليولا وأيضا مشاركتكم في المؤسسات والأعياد الوطنية اليولا كانت أول بالبندقية أي جميل بالمشرخ السلاح اللي هي البندقية اللي هو السكتون المشرخ البنادق الأولية سكبة نعم ينون فيها يولات غرامية يعني أيام أول يعني حالو فالحين تعرفي الأمن ضبط الأمور هذي أكثر شيء صحيح قالوا هذي لات يولون فيها يولوا بالعصر بالعصر فهم يأخذون على هيئة اليولا السابقة فاليولا السابقة غير تختلف يعني يقدون تأدية صحيحة يعني يولون بالسيف التأدية الصحيحة لرقصة اليولا أكثر الأشخاص حتى المقمين على أرض الدولة يعني يكون عندهم عدة محاولات لهذه الرقصة حتى وإن كانوا عندهم دراية فيها فهي يعني لو أنت تعطينا بس يكشرح بسيط مبسط عن هذه الرقصة وكيفية تنفيذها يولون يجندون الخيزران هكذا يلفون لف سريع يعني يتعاملون مع الفن على الموسيقى على الدقة الطبل أول جمال أول لا موسيقى كل موسيقى صح فالحين يعني أكثرهم الموسيقى ما يحبونها يحبون دقة الطبل مع الشلات اللي هي وطنية أو غرامية صح جميل فالحين في بعض الفرق يعني يعني يمتازون بالفنية فرقة السعيد المزيون كذلك فرقة فرقة العوايد صح فرقة الشحوح الحربية اللي هي فرقة راس الخيم الوطني صح اللي هي فرقة محمد اليماحي اللي هي فرقة 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 صح تأدي تأدي لأنني لماذا ذكرني لأجلب بعض الفرق فيقدون تأدي يعني سواء يعني استدعوهم أو إذا في حفل حضرو إياه ها هو واجب وطني وواجب وطني على الجميع أيضا هي حصلت دعم كبير من الشيوخ لاوحكام نعم نعم وخصوصا بطولة تفزع نعم بالطبع تفزع اللي هي حمدان بن محمد بن راشد طيب إنها بطولات نعم بطولات يعني نسألهم بطولات سألهم دعم لماذا؟ لأن الشباب يتكونوا أولاد صغار يتعلمون الصغير يتعلم من الكبير فما خلقوا متعلمين بطل أمهاتهم تعلموا فهذا الشي يفرح كذلك يولت السيف اللي سموه في الفجيرة هنا تتسري بقلعة الفجيرة تحت رأيت سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن محمد الشرغي وبرايت محمد بن محمد الشرغي الشيخ محمد فهذا الشي فرحهم يولي ناس من قطر يولي ناس من العمال ناس من جميع دول مجلس التعاون يعني يتعلمون التسري بالسيف وهذا يعني شي يفرح وأعلى غلية بالإمارات هنا أعلى غلية على مستوى العالم كانت بالهند أول فالحين طلعت هنا بالإمارات أعلى غلية بالسيف فالسيف خطير وحاد لكن ناس يتعاملون عنده خاصة من قبيلة الشحوح فاهمين هذا الأمر فذلك لاحبوش فالحمد الله يعني هذا الشي يفرح صحيح نعم يتعلمون من أبائهم الأول وي صحيح وهذا تراث لابد أن يخلد وما يندفر نعم هذا الشي يخلد الله يرحم الشيخ زايد قال هذا تراثكم وخلدوه هذا الشي لابد أن يخلد صحيح صحيح نعم فهذه فرحة طيبة نعم فرحة نبهة اليوم يوم 2-12 يعني فرحة للجميع صغار وشبار نعم فالحمد الله نعم الحمد الله على كل حال وأيضا كمان نحن كما شاهدنا أمس من الاحتفالات اللي صارت على أرض الإمارة وأيضا على أرض إمارات دولة الإمارات من احتفالات ورقصات شعبية وحبينا اليوم حتى ننوضح الفكرة ونتحدث عن اليولا وعن الفرق الشعبي اللي تشارك وبعضها تساهم تطوعا مثل ما أنت تكلمت إنه أداء وطني وواجب ووطني يجب أن ننتمي إليه كل الشكر إليك ويعطيك الحافظة فأولا يلبسون محازم والسفكاكين يعطي منظر للشخص أكيد نحن نشهد فرقتكم معنا مرة ثانية وتواجد معنا ونعرض رقصات متعددة ورقصات شعبية وفي الكلور إماراتي متميز نشكركم على إتاحة الفرصة فهذه فرصة طيبة صحيح يعني كل الشكر لك كل الشكر إليك إذن مشاهدين مازلنا معكم في هذه الأجواء الرائعة وأيضا بدأت البواخر والسفن بالتحرك من أماكنها إلى أن تنتقل إلى أماكن أخرى إما محملة بالسياحة أو بالبضائع فننتقل لهذا الفاصل وسنعود